خمسة أسباب تمنع تحقق النصر على الأعداء ندعو الله ليلة نهاراً ولكن نرى أن العدو يتفوق علينا ما هي هذه الأسباب؟ ولماذا يتأخر النصر عن المؤمنين؟ وما هي الفوائد والدروس من هذا الأمر؟ هذا موضوع لقائنا لهذا اليوم إن شاء الله حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة ندعو الله ليلة نهاراً في المساجد في خطب الجمعة في كل المناسبات نرى أن العدو يتفوق دائماً مع لهم أن الدعاء هو سلاح المؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيستجاب له الصحابة الكرام أيضاً كان يستجاب لهم ما هي الموانع؟ يجب أن نتعرف على هذا الأمر هذا أمر مهم جداً أخي الحبيب يجب أن تتعرف عليه في حياتك بشكل عام يعني كثير مننا يظن أن الدعاء عبارة عن كلام مثل الببغاء لا الدعاء أحياناً يكون وبالاً على صاحبه الله تعالى يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أحياناً الإنسان يدعو لا يستجاب له ويكون هذا الدعاء ضرراً بالنسبة له لماذا؟ لأنه لم يحقق هذه الشروط التي سنتأملها اليوم أول شيء أخي الحبيب عملك السيء هو أكبر مدمر لاستجابة الدعاء سأعطيك مثال بسيط إذا أسأت أنت لإنسان أسأت له كثيراً أخذت ماله مثلاً غششته في سلعة تكلمت عليه بالنميمة استهزأت به إلى آخره طيب هل من المنطق أو المعقول أنك تذهب لهذا الشخص وتقول له أريد منك أن تقدم لي هذه الخدمة أو المساعدة هل سيحققها لك؟ لا أول شيء يجب أن تعتذر تقول يا فلان والله أنا أخطأت في حقك وأرجو أن تسامحني وكذا وكذا ثم تطلب ما تريد طيب نحن نغش في تجارتنا نكذب ألف كذبة في اليوم لا نراعي حدود الله نأكل الربى أحياناً ننظر لما حرم الله ننظر لهذه المقاطع على الإنترنت التي تظهر فيها النساء ويظهر فيها الموسيقى وتظهر فيها الكلام يظهر الكلام البذيء والفاحش والله عن ذكر الله والله تعالى يقول وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عن سبيل الله بغير ألم فهذه الأعمال السيئة أنت تبني حاجز بينك وبين استجابة الدعاء كل عمل سيء تقوم به أنت تبني جدار صلب بينك وبين تحقيق النصر أو تحقيق الدعاء لذلك نحن أهم شيء أخي الحبيب أن نصلح علاقتنا مع الله هذا أكبر مانع من موانع النصر نرى اليوم الأعداء من اليهود يتقنون صناعتهم وتجارتهم ويتعاملون فيما بينهم بنوع من الأمانة نوعا ما طبعا لتحقق مصالحهم هم لا يبتغون وجه الله ولكن هم يعلمون أن الأمانة والصدق وإتقان العمل والدقة في المواعيد هذا الأمر يحقق لهم مصلحتهم الدنيوية لأنهم يحبون الدنيا ويحرصون على الدنيا فتجد أن الله يعطيهم أسباب الدنيا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون حتى لو كان ملحد مستكبر يحارب الله ورسوله عندما يأخذ بأسباب العلم وأسباب تحقيق النصر بالعلم الله يعطيه ذلك بينما نحن ندعو الله أن ينصرنا على الأعداء ونحن نغش نأكل الربا لا نبالي من أين أكلنا هذا المال من حلال أو من حرم أحدنا لا يقدم شيئا لله أنت متى آخر مرة دعوت إلى الله متى حاولت أن تهدي إنسان إلى طريق الحق متى نهيت عن المنكر وأمرت بالمعروف أصبح همنا اليوم هو الدنيا لذلك نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا هذا هو السبب الأول السبب الثاني أخي الحبيب ثقتنا بالله ضعيفة صحيح نحن نقول يا رب أنصرنا على القوم الكافرين ولكن لو كنت أنت واثق من الله لكنت حققت أسباب النصر يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو الله كان يعد العدة ويجهز نفسه ويهيئ أسباب النصر ولكن نحن ثقتنا أصبحت ضعيفة جدا بالله عز وجل كل واحد يرمي الحمل على غيره يقول يا رب نفسي وبالتالي هذه الثقة ضرورية أخي الحبيب أحيانا نحن ندعو ونحن يائسون من الاستجابة يجب أن تدرك أنك إذا كنت مؤمنا حقيقي أن تثق بالله يجب أن تثق باستجابة الله ولكن الله يؤخر الاستجابة لأسباب قد يكون فيها صلاح لك قد يكون فيها اختبار لك قد يكون فيها منفع ما نحن لا نعلمها لذلك متى تظهر ثقتك بالله من خلال سلوكك عندما تتعرض لأزمة مادية أو في جسدك أو ظلم تتعرض له أو أذى أو أي شيء هل تلجأ إلى الله مباشرة ثم تتبع الأسباب أم أنك تفعل العكس تلجأ لعباد الله وتنسى العليم الحكيم العظيم المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى هذا هو المقياس إذن الثقة بالله هي أحد أسباب ومهم جدا لتحقيق النصر إن شاء الله الشيء الثالث أخي الحبيب يجب أن تنظر وأنت تدعو الله بالنصر أن هناك ابتلاء أنت تتعرض لهم عندما يسلط الله عليك عدوا حتى في عملك في شغلك يمكن أن يسلط عليك شخص قريب بالنسبة لك يؤذيك يظلمك اعلم أن هذا فيه اختبار لك ليختبر الله صدق هذا الإنسان يعني أنا عندما أرى الأعداء يقتلون ويذبحون الغرب كله متآمر طبعا على المسلمين كما تعلمون لأن الإسلام يهدد وجودهم حسب اعتقادهم هو الإسلام جاء لسعادتهم ولإنقاذهم من تعاسة الدنيا ومن عذاب الآخرة ولكن هم بسبب سيطرة الشيطان عليهم واستحواذ الشيطان عليهم يعتقدون أن الإسلام يضرهم لأنه يمنع الاحتكار يمنع الزنا يمنع الفاحشة يمنع استغلال الآخرين يمنع نهب ثروات الآخرين يمنع الربا يمنع قتل الناس يمنع الظلم والغرب اليوم هذه الأعمدة الغرب هي الربا ونهب ثروات وخيرات الشعوب ونشر الفاحشة والشذوذ ونشر الإلحاد لذلك هم في الصدام دائم مع تعاليم الإسلام المشرقة إذن أخي الحبيب هنا عندما يتأخر النصر اعلم أن الله يختبر صدق نيتك وتعاطفك مع هؤلاء المؤمنين ورفضك للظلم أنا عندما أرى ظالم يظلم على الأقل بيني وبين نفسي في قلبي يجب أن أرفض هذا الظلم يجب أن أتعاطف مع المظلوم وليس العكس هناك من يتعاطف مع الظالم فإذن هو اختبار القضية الرابعة دائما البلاء عندما يطول يزيد الأجر هو سلاح ذو حدين أخي الحبيب عندما يتأخر النصر وترى كثرة القتل كما يحدث اليوم في بعض مناطق العالم الإسلامي وبخاصة في فلسطين في مناطق أخرى أيضا سبحان الله لو تتبعنا خريطة العالم الإسلامي حيث نجد الإسلام نجد أنهم يخلقون لنا المشاكل ثم يقولون هذا بسببكم أيها المسلمون هذه خطة الشيطان مكشوفة يعني فعندما يبتلين الله بعدم النصر وبالضعف والوهم ليختبر أيضا صبرنا وليختبر قوة إيماننا وليزيد المؤمن في الأجر ويزيد الفاسق والظالم في ماذا؟ في السيئات السلاح ذو حدين سبحان الله فالمؤمن الذي يصبر يتعاطف مع المظلوم يرفض الظلم يزيد أجره كثيرا يضاعف له الأجر والثواب وترفع له الدرجات يوم القيامة أما الظالم كلما طال ظلمه زادت سيئاته وزادت عقوبته وزادت حتى تعاسته في الدنيا لأن الظالم لا يمكن أن ينام مرتاحا السبب الخامس والأخير أخي الحبيب أننا للأسف لا نعمل بأسباب النصر الدنيوية والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته لم يذهب إلى الرؤساء أو الزعماء بدأ بالفقراء بدأ بسيدنا بلال الحبشي وهو عبد بدأ بأناس بسطاء جدا أصلح هذه القاعدة العريضة من الناس فخرجت منهم القادة والعظماء ومن حقق النصر لذلك أنت ابدأ بنفسك لست مسؤولا عن غيرك ولا تزر وازرة وزر أخرى أنت مسؤول فقط أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب طاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعا ولكن أسباب العمل أن نصلح أنفسنا نحب الخير للناس هذا من أسباب تعجيل النصر أن نعمل نتقن أعمالنا نلتزم بالمواعيد نلتزم بالصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني من الغريب جدا أن تجد ملحدا لا يؤمن بالله يلتزم بعمله ويتقن عمله ويلتزم بالأمانة والمواعيد وتجد إنسان مسلم يصلي ويصوم ويقول يا رب كل يوم ثم يغشك يكذب عليك إلى آخري فهذه كارثة تدمر استجابة الدعاء وتؤخر وقد تلغي النصر تماما لذلك أخي الحبيب في نهاية هذا اللقاء لا أريد أن أطيل عليكم الحل باختصار ملخص هذا اللقاء هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى أن ترجع إلى الله والله سيؤيدك بنصره كما أيد حبيبنا عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن لا يجعل للكافرين على المؤمنين السبيلا وأن يعجل لنا النصر إن شاء الله في كل مكان وأن يرحم هذه الأمة الضعيفة وأن يلهمها العمل والدعاء والإخلاص والمحبة وأن تأخذ بأسباب تحقيق النصر إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر